ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء ليس حقيقة إنما وهما ينتحل أشخاص صفات أمنية في العراق والنتيجة سرقة ونهب واحتيال على المواطنين الحديثة سبقها حوادث عدة ما جعلها تثير مخاوف الإساءة لهيبة الدولة واستقرارها الأمنية والقدرة على اختراق أشخاص ينتحلون رتبا عسكرية وأمنية الحديثة رفعت مؤشر خطر كبير فيما يتعلق بضرورة حماية أجهزة الدولة من اختراقات قد تسمح لجهات إجرامية أو إرهابية بالتسلل إلى جيب المواطني وإلى بيته وعمله لكن وكالة الاستخبارات التي شرعت بتطبيق القانون كانت وما زالت عينها ساهرة على تتبع تلك الظاهرة التي وصلت إلى حد انتحال صفة عسكرية في رئاسة الوزراء وليست ألية الانتحال بالصفة وحدها المنتشرة سابقا في البلاد إنما استخدام وسائل تساعد بعض المجرمين المنتحلين مثل استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو التهديد بالسلاح ما يلزم ضرورة زيادة معيار الوعي عند المواطن فشان القانوني والانتباه إلى طريقة التعامل مع كل شخصية أمنية أو عسكرية للتأكد من هويتها خشية الوقوع في شرك الانتحال الذي يذهب المواطن ضحيته في كل الأحوال ترجمة نانسي قنقر